اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان استدامة الانجازات والمخرجات القيمة لمعهد البحرين للتنمية السياسية تترجم نجاح استراتيجياته الشاملة والرؤى الحكيم والنهج السامل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الداعمة للممارسات الديمقراطية والسياسية الإيجابية والفاعلة في مسيرة النهضة والتقدم بمملكة البحرين واشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالمساعي المتواصلة التي يبذلها المعهد لتعزيز قيم ومبادئ الولاء والانتماء الوطني وابراز مجالات التطور التي تشهدها مملكة البحرين جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية وسعادة الدكتورة شيخ مي بن سليمان الاعتابي نائب رئيس مجلس أمناء المعهد حيث قدموا لمعاليه نسخة من التقرير السنوي للمعهد للعام 2023 ونوها معالي رئيس مجلس الشورى بحرص مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية للمعهد على توثيق إنجازات ونجاحات المعهد سنويا مؤكدا أن التقرير السنوي للمعهد يشكل حافزا لمواصلة العطاء والعمل على صوغ المزيد من الأفكار والمبادرات التي تدعم أهداف ورؤية المعهد وأشار معاليه إلى أن برامج الدعم البرلمانية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع مجلس الشورى تؤكد الشراكة المهمة وتعمق أدوار المعهد ومهامه الوطنية المشهودة من جانبه أكد سعادة دكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية عزم المعهد على مواصلة العمل تحقيقا للرؤية الملكية السامية وتنفيذا لأهداف إنشائه ترجمة نانسي قنقر